صلاة يوم الخميس من كتاب السبع صلوات الإسبوعية صلاة دانيال النبي وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض لك يا سيد البر أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوزة ولسكان أورشاليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إيها يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أرشليم كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفط بحقك فصهر الرب على الشر وجلبه علينا لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرقت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك إسما كما هو هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شرا يا سيد حسب كل رحمتك اصرف صختك وغضبك عن مدينتك أرشليم جبل قدسك إذ لخطايانا ولآثام آبائنا صارت أرشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل ذاتك أيها الرب أمل أذنك يا إلهي واسمع افتع عينيك وانظر هلاكنا والمدينة التي دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك والصبح لله دائما أبديا آمين اشتركوا في القناة